خطوة مفاجئة لم تكن في حسابات المشهد السياسي المطلب أصلاً في جمهورية مالي منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قال إنه لم يعد أمامه إلا الاستقالة وحل البرلمان والحكومة بعد تدخل الجيش أود أن أبلغكم قراري اعتباراً من هذه اللحظة التخلي عن كل مهامي مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج بحل الجمعية الوطنية والحكومة بدورهم أعلن منفذو الانقلاب عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب مؤكدين بحسب بيانهم أنهم يريدون القيام بانتقال سياسي مدني يفترض أن يؤدين انتخابات عامة خلال مهلة معقولة من جهتها وصفت المعارضة المالية التطورات الراهنة بأنها انتفاضة شعبية وليست انقلاباً عسكرياً حيث يشكل هذا التطور ذروة الخلاف بينها وبين الرئيس المالي ويأت انقلاب الجيش في مالي بعد فشل الرئيس المستقيل في تهديئة الاحتجاجات المستمرة منذ آذار الماضي والتي انتقدت تدهور الوضع الأمني والوجود العسكري الفرنسي إضافة للانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات وتفشي الفساد فضلاً عن الظروف التي جرات فيها الانتخابات التشريعية والاتهامات بالتزوير للمحكمة الدستورية التي عكست نتائج الانتخابات لصالح حزب الرئيس ما دفع الأخير لاحقاً لحلها استجابة لمطالب التظاهرات والتي طالبت بحل البرلمان على الصعيد الدولي طالبت فرنسا التي لا تزال قواتها موجودة في مالي بحل للأزمة في وقت يرى مراقبون أن رحل الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة سيكون بمثابة رسالة قوية إلى باريس ضد من يعتبره كثير من الماليين حليفها وهو ما يهدد امتيازاتها المهمة في مالي والتي تجمع المتناقضين الفقر والغنى بالثروات